بسم الله الرحمن الرحيم وسنبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث عن رسمها على واو بهذا الشكل وكنت قد ذكرت لكم سابقا ترتيب الحركات حسب القوة وقلت لكم إن أقوى الحركات على الإطلاق هي الكسرة ثم بعدها الضمة ثم بعدها الفتحة بهذا انتهينا من الحركات تأتي العلامة الرابعة وهي السكون في آخر القائمة وقلت لكم أن الكسرة يناسبها رسم الهمزة على يا والضمة يناسبها رسم الهمزة على واو نتوقف هنا لأن درسنا اليوم هو الحديث عن رسم الهمزة على واو سننظر إلى حركة الحرف المهموز وننظر إلى حركة الحرف الذي قبله الذي قبله الاحتمالات الممكنة الآن سنلغي منها الكسرة لأنه لو وجد هنا كسرة أو كسرة فسترسم على يا لذلك نلغي هذا الاحتمال وسنبدأ الآن فنقول قد يكون الحرف المهموز مضموما وسيكون الذي قبله بطبيعة الحال إما مضموم وإما مفتوح وإما ساكن وفي هذه الحالات سنرسم الهمزة على واو لأن الضمة مساوية للضمة هو أقوى من الفتحة والسكون قد يكون الحرف الذي قبل الهمزة هو المضموم ويكون الحرف المهموز مضموم أو مفتوح أو ساكن ولا فرق سنرسم الهمزة أيضا على همزة أتذر على واو هنا بإذن الله تعالى سترسم بهذا الشكل إذن نستطيع الآن أن نلخص قاعدة كتابة الهمزة على واو في الأمر الآتي أن يكون الحرف المهموز مضموما وقبله ضم أو فتح أو سكون أو أن يكون الحرف الذي قبل الحرف المهموز مضموم والحرف المهموز مضموم أو مفتوح أو ساكن إذن قاعدة كتابة الهمزة على الواو أن يكون الحرف المهموز مضموما وما قبله مضموم أو مفتوح أو ساكن أو يكون الحرف الذي قبله مضموم وهو مضموم أو مفتوح أو ساكن أي عند اجتماع ضمة مع ضمة وضمة مع فتحة وسكون مع ضم وبالأمثلة يتضح الكلام إن شاء الله تعالى لاحظوا معي هذه الكلمات رؤو الحرف المهموز مضموم رؤو والراء مضمومة ولأن الضم هو أقوى الحركتين لأنها تساوى تضمة مع ضمة فقد رسمناها على واو ومثلها تماما شؤون وكؤوس وكؤوس ضم مع ضم فكتبت الهمزة على واو لكن انظروا إلى رؤو رؤوف الحرف المهموز مضموم وما قبله مفتوح والضم أقوى من الفتح ولذلك رسمنا الهمزة على واو ومثلها تماما نؤوم اجتمع الضم مع الفتح ومثلها يقرأون اجتمع الضم مع الفتح ومثلها دؤوب دؤوب اجتمع الضم مع الفتح والضم أقوى فرسمنا الهمزة على واو لأنه يناسب الضمة كما ترون طيب إذا نظرنا إلى مسؤول نجد أن الحرف المهموز مضموم وما قبله ساكن ولذلك رسمنا الهمزة على واو لأنها تناسب الضمة ومثلها مسؤولية ومثلها مرؤوس الحرف المهموز مضموم وما قبله ساكن والضمة أقوى من السكون انظروا هنا إلى وضوءك الحرف المهموز مضموم وما قبله ساكن وضوءه الحرف المهموز مضموم وما قبله ساكن ضوءه الحرف المهموز مضموم وما قبله ساكن جزاؤه كذلك تثاؤب كذلك تشاؤم كذلك تفاؤل كذلك لذلك الآن لاحظنا أن الحالات التي وجدناها هي ضم مع ضم أو فتح مع ضم أو سكون مع ضم والضم أقوى من الفتح والسكون ومساوية للضم هنا ولذلك في كل هذه الحالات رسمنا الهمزة على وهو بهذا الشكل وإذا تأملنا هذه الأمثلة سؤال سنجد أن الحرف الذي قبل الهمزة هو المضموم سؤال في حين أن الهمزة مفتوحة فؤاد فؤاد مؤدب مؤدب مؤجل مؤكد مؤطر لاحظوا مؤطر مؤلف مؤهل يؤسس يؤلب يؤكد يؤمن يؤرق مؤامرة لاحظوا معي في كل هذه الكلمات جاء الحرف المهموز مفتوحا وما قبله جاء مضموما والضم أقوى من الفتحة لذلك أعطينا الهمزة حكم الحركة الأقوى في جميع هذه الكلمات إذا تأملنا من هنا سنجد بؤس الحرف الذي قبل الهمزة مضموم وهي ساكنة والضم أقوى لاحظوا معي أن الحالات التي رصدت في كل هذه الكلمات هي الآتية أن يأتي ضم وبعده فتح أو ضم وبعده سكون ولذلك تكتب الهمزة في هذه الحالات أيضا على واو إذن نستطيع أن نقول إن الهمزة تكتب على واو إذا كانت الهمزة نفسها مضمومة وسبقت بضم أو فتح أو سكون أو كان الحرف الذي قبلها مضموم مضموما سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو ساكنة فإنها ترسم على واو ونلتقي في درس آخر إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر